يروي ابن عساكر في تاريخ دمشق يقول تناها إليه أي إلى المأمون فيما تناها قول دعبل مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات فما زالت تردد في صدره فكتب إلى أبي طاهر أن يطلب له دعبلا حيث كان ويعطيه الأمان فتحمل دعبل إلى المأمون فلما قدم عليه قال له أنشدني ولا بأس لك ولا بأس عليك ولك الأمان من كل شيء فيها فإني أعرفها وقد رويتها إلا أني أحب أن أسمعها من فيك أي من فمك فأنشده إذن ها قد نال دعبل من الرموز المقدسة للآخرين كان ذلك في محضر الإمام المعصوم الرضا صلوات الله عليه والإمام المعصوم لم ينهره وهذا كاشف عن أن عمل دعبل كان عملا شرعيا لماذا؟ لأن تقرير المعصوم حجة ثم إن هذا المعصوم كما أنه لم يأمر بالكف عن النيل من الرموز المقدسة للآخرين فإنه أيضا لم يأمر دعبلا بأن يكتم ذلك لم يقل له مثلا إياك أن تنشد هذه القصيدة عند المخالفين حتى لا تؤذي مشاعرهم مع علم المعصوم القطعي لاحظوا هذه النقطة مع علم المعصوم القطعي بأن هذه القصيدة ستبلغ المخالفين كما تبين أنها قد شاعت ووصلت حتى إلى خلفائهم مع علم المعصوم بأن هذه القصيدة ستنتشر وسيظل صداها يتردد عبر الأجيال وها هي مصادر أهل الخلاف مصادر أهل الخلاف في الشعراء في طبقات الشعراء كلها قد أثبتت هذه القصيدة الخالدة وأدى ذلك إلى أن يصفوا دعبلا كما مر بأنه ماذا خبيث اللسان يهجو الخلفاء مع كل هذا الإمام عليه السلام لم ينهر دعبلا ولم يمنعه من البوح بهذه القصيدة ومن النطق بها في المحافل العامة هذا يكشف بوضوح عن أن منهج الأئمة عليهم السلام هو النيل من رموز الباطل وإن كانت مقدسة لدى بعض الطوائف هذه الحقيقة يعرفها علماء أهل الخلاف وإن كتموها وإن كتموها خوفا من الرأي العام إنهم يعلمون أن الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم هم الذين علموا شيعتهم كيف ينالون من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة ومن أشبه هم الذين فتحوا لشيعتهم الباب للطعن في هؤلاء الظالمين المفسدين أصلا هم الذين ربوهم على منهج الرفض لرجال السقيفة ومن جاء بعدهم إلى يومنا هذا ولولا ذلك لولا هذه التربية من الأئمة الأطهار عليهم السلام لما كنت تجد رافضيا واحدا ولما كنت تجد أحدا من شيعتهم ينال من أبي بكر وعمر وعائشة ولوجدت الجميع يترضون على هؤلاء ويترحمون عليهم وعندئذ لا يبقى فرق بيننا وبين أهل الخلاف الجميع يكونون على ملة واحدة لكن أية ملة هذه هي ملة الباطل الذي جاءت به السقيفة لا ملة الحق التي جاء بها محمد وعترته الطاهرة صلوات الله عليهم اجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر